قال القضاء السويدي أنه سيجري تحقيقا جديدا بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المحلية في حادث تسرب خطي أنبيب الغاز نوردستريم على نحو أوسع كما طلب من الجيش تقديم المساعدات ذات الصلاح تفاصيل أوفى في هذا التقرير أعلن المدعي العام السويدي ماتس يونجك فيست المسؤول عن التحقيق في الحادثة في بيان أصدره في اليوم ذاته أنه قرر إجراء التحقيق قرب نقطة التسرب في خط أنابيب نوردستريم على نحو أوسع مع وكالة الأمن السويدية في حين طلب من الجيش تقديم المساعدة كما قال إن الجيش لديه الموارد والقدرات المتخصصة على إجراء التحقيق بالطريقة التي يريدها المدعون العامون وفي نهاية سبتمبر الماضي تم العثور على أربع نقاط تسرب في خط أنابيب الغاز نوردستريم من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق في مياه السويد والدنمارك وفي يوم السادس والعشرين من سبتمبر رصدت محطات القياس السويدية انفجارين قويين تحت المياه في موقع تسرب الغاز ورأت مختلف الأطراف عموما أن هذه الحادثة تعد تخريبا عمدا وبعد الحادثة اقترحت روسيا مشاركة السويد والدنمارك في التحقيقات ذات الصلة لكنهما رفضتها يذكر أن خط أنابيب نوردستريم واحد تم إكمال بنائه في عام 2011 ويمتد من فيبورغ بروسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق أما خط أنابيب نوردستريم اثنان فتم إكمال بنائه في العام الماضي بالتوازي مع نوردستريم واحد ولم يتم استخدامه بعد وما زال جزء من الغاز الطبيعي محفوظا داخل خط الأنابيب